هل علاقتنا بأحبائنا وأقربنا بالجسد هتستمر في الأبدية وإلا ما معنى الوصية تحب رب إلهك وقريبك كنفسك كشرط لنرسي الأبدية وتنتهي هذه المحبة والعلاقة بمجرة خروجنا من الجسد كمان إيه طبيعة الحياة في السماء وهل الله يرغب أن يكون الغموض هو الصفة الأساسية للسماء صاحب السؤال سمحني قاسي شوية أنت على ربنا لكن معلش هو بيحبك أولا العواطف اللي حطها ربنا في الأرض عواطف مؤقتة لحفظ النوع عواطف مؤقتة لحفظ النوع عواطف الأبوة عواطف الأمومة عواطف الأخوة العاطفة الزوجية عاطفة الصداقة فكل العواطف دي عشان حفظ النوع لو ما كانش فيه العواطف دي استحال حد كان هيجوز واستحال حد كان هيخلف لو لعاطفة الأبوة والبنوة تخلف وضيع دم نفسك وعمرك عشان واحد لا عشان كده العواطف دي موجودة موجودة في الإنسان وموجودة في الحيوان العواطف موجودة في الحيوان والطيور بس تختلف تنتهي في الحيوان بالبلوغ يعني عندي البلوغ العاطفة ايه؟ تتوقف ولذلك فيه آية بيقولها موسى النبي لا تزبح جديا بلبن أمه ليه؟ أصده طول ما أمه بتردعه طول ما أمه بتردعه العاطفة جياشة ولو دبحته تتقهر وده حصلت عندنا في البيت كان فيه عندنا عجله صغير كان شقي جدا صغير خالص طلع السلم وطلع فوق السطح ووقع فلما وقع كان هيموت جم الجزارين دبحوه فضلت أمه ثلاثة أيام تعايت الليل كله ودموحها نزل على خطوتها وقطعت الأكل وكانت هاتموت دبحوها فبيقوله لا تتبح تزبح أو تقدم جدي بلبن أمه لكن بعد ما يطلع البلوغ العاطفة دي ايه؟ تنتهي بحيث إن ممكن الأم تتجوز ابنها يبقى جوزها فالعواطف بالنسبة للحيوانات مرتبطة بالبلوغ العواطف في الإنسان مرتبطة بخروج الروح من الجسد يعني بمجرد ما خرجت روح أبي من جسده العاطفة توقفت لكن أنا وأنا في الجسد عاطفة نحية أبي لم تتوقف إلى أن أخرج من الجسد تقولي زي الكلام ده؟ بسيطة لو العواطف دي هنا وهناك يبقى لازم الناس كلها تروح السماء صح ولا لا؟ يعني نفترض أب من الأباء رح السماء وملاقاش ابنه هيتمتع بالسماء إزاي وضنه مش موجود أو بنت رح تسماء ملاقتش أمها تتمتع إزاي وأمها مش موجودة صح ولا لا؟ ده المعنى العقلاني لكن المعنى الكتابي المسيح يسوع سألوه السؤال ده قالوا الوحدة جوزت واحد جسهمات خدت أخوه جسهمات خدت أخوه كانوا سبع أخوات اتجوزت السبعة وفي الآخر مات بنتت السبعة قال لهم هتكون مرات مين في السبعة ما هي كانت متجوزة السبعة قال تضلون إذ لا تعرفوا ما هي الكتب وما هي قوة الله في السماء لا يزوجون ولا يتزوجون ما فيش رجل وسط في السماء ما فيش رجل وسط هيبقوا إيه؟ إخوات عشان كده العاطفة الوحيدة اللي هتقعد في السماء عاطفة الأخوة كل المؤمنين هيبقوا إيه؟ هيبقوا إخوات طب وعاطفة الأبوة تنتهي؟ لا تتحول يبقى الآب أبونا والعاطفة الزوجية اللي هي العاطفة الجياشة الالتصاق هيبقى المسيح عريس نفسنا وعاطفة الصداقة هيبقى الروح القدس هو الصديق اللي عاش معنا هنا وخدنا وروحنا هناك فهنا يبقى عملية الاستبدال يا صاحب السؤال لكن أنت بتيجي تقول لي بالضبط كده بتقول لي طبيعة الحياة هناك إيه؟ طب عيش طبيعة الحياة هنا الأول ونفذ وسيط ربنا هنا الأول وفي الآخر لما هتروح هناك الروح القدس هيفهمك إيه؟ طبيعة الحياة ليه؟ لأن الحياة هناك تختلف عن الحياة هنا عشان كده بولوس الرسول رغم أنه أخذ إلى السماء التالتة عبر لنا عن طبيعة الحياة لو أنا شرحت لك الحياة في السماء إزاي يبقى أنا بكدب بولوس الرسول لأن بولوس الرسول لما سألناه قال ما لم تره عين يا صاحب السؤال ما لم تسمع به أذن لا هتشوفه بعينك ولا سمعت بأذنك ولا حتى خيالك جابه ولم يخطر على قلب بشر ما أعض الله للذين يحبونه يبقى إزاي أنا أقدر بهذا أشرح لك هذا ده نقدموس معلم النموس لما جي المسيح يسوع يتكلمه يكلمه عن المعمودية وده أستاذ كبير قال له إزاي يكون هذا عارف يسوع قال له إيه أنت المعلم النموس مش قادر تفهم حتة المعمودية طب إذا كنت قد قلت لك الأرضيات فكم وكم إذا قلت لك السماويات فدي فوق استعاب البشر ينبغي ألا نرتأي فوق ما ينبغي أن نرتأي ترجمة نانسي قنقر